وبدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي مبارك العاتي أن قناة الجزيرة القطرية لا تزال تسير على خطها التحريري الذي ارتسمته منذ البداية لأحداث الفوضى وشق الصف الخليجي وتقصد الدول لزعزعة الأمن والاستقرار قناة الجزيرة لا تزال تمارس سياسة الاختلاق ثم التدعيم ثم التحريض أيضا ومن ثم إنشاء وفبركات القصص الإخبارية التي تؤدي في محصلة نهائية إلى إحداث شرخ جديد في العلاقات الخليجية الخليجية واضح من الخط التحريري لقناة الجزيرة أنها لا تزال حقيقة تسير على خطها الذي ارتسمته منذ بداية إنشاء هذه القناة وهي تسعى حقيقة لإحداث الفوضى وشق الصف الخليجي وتقصد دول بعينها من بينها مملكة البحرين الشقيقة بهدف إحداث الفوضى داخل البيت الخليجي إلا أن هذا حقيقة ما يؤكد على أن هناك وعي كبير متنامي في الرأي العام البحريني أو ما أسميه حقيقة معركة استعادة الوعي التي مثلت درعا حصينا للمجتمعات الخليجية أفشل خطط قناة الجزيرة بالفعل قناة الجزيرة اليوم كما تفضلتم أيضا هي أداة لإحداث البلبلة وإحداث الفوضى وترويج الشائعات ولا تزال هذه القناة تسعى لتحقيق ملفات سياسية كلنا نعلمها مدعية أنها تعمل وفق نظرية علامية وحقيقة الواقع يثبت أنها أداة سياسية منذ إنشائها عام 96 إلى الآن وهي لا تزال أداة سياسية تحقق خطط رسمت لها منذ البداية من لدى استخبارات قطرية ومن لدى أيضا الاستخبارات العالمية ولا تزال حقيقة تسعى لاستهداف التجمعات الخليجية ومن ثم زعزعت استقرار هذه الدول